السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا فيكم في حليل غيمين تذكرون مشروع هايوي ولا ما تذكرونه كان مشروع السجن الاولي وقصينا من ناحية الهايوي لكن الحكمة مش هنا حلو مش على الخط هذا براويكم شي بس عساب في ناس محتشرة دايما على الزحمة نحن فوق 7% ترى الامور شبه طيبة يمكن عنا زحمة شديدة هني اه يمكن بنبدأ نعالجها من نبدأ نشل المنطقة هذي عنا نسبة وفيات نحن عالية بس ليش رايتنك فور ترانس بورس اوكي صبر نحن نزلنا غريف يارد جديد وهذي المنطقة بمسوي فيها غريف يارد صبر كم اه هوسبيتال غريف يارد شوية كبير هو بس بس يشل كم 800 اه عنا واحد ثانية كميشيل تسع تالاف فيلدوف في دهوف اوكي حاسد فيلدوف مزري مكتوب شي مو در ليش وعنا في سيمتري ونحطي فيها هني الخدمات ومش هني لا اصبر طلع خط مهنين طلع مهنين حطي هذا على الخط الخارجي نوعا ما يعني انا بفهم. خلنا نيب اه شارع عين بشيش. طريقة شارع. اه عفون. تاديين. اخبركم صرف تسجن عقب شوية انها توي انتبحت عليه اوكي. انا اسف يعني واعتدر ولا اخر يعني. هذا ما يستويسيد ويزعلني. يا حبيبي ما خلاص تنح 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 علي. لا. معلومة سويتي و تعرفون حتى ما يبالا. خلاص. بس خلي رد السنبك حسن نقدر ركب شوارع. نزيل. هاي في منزل كم من مودة انا خلنا رويكم هالمودة مثلا. هالمكان جيد جدا حق احس هيكون مكبرة بس. عن العالم وفي نفس الوقت. مكان لتزيارة مكبرة. هذه المكبرة بتمشي مع التلا ان شاء الله. تمشي مع التلا هي. تمشي مع التلا زين. هالشارع سؤال انا شفت الديزاين. في الموزيوم يتنزل بس هل من الممكن ان نوصل. يا سلا. يا سلا. شوفوا. شوفوا. هذا المطلوب. هذا المطلوب. يشيل كم شخص. تسعة الاف شخص. خلنا خلي بينهم مسافة ثانية. نقدر نيب وحدة من وراء صراحة على الجميع. ونقدر نيب وحدة اهنية. طبعا هذا. كم من تكلفته لسبوعية صبر. خمسين الف لسبوع. نقدر عادي. نزيل. وخلنا نوصلهم ببعض. الطريقة. هذه ونحطي لهم شير شوي كبار. المفروشات اللي صار الآخر فترة استعملهم من باب تغيير يستوي عندنا شجر. ثنائي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هذا الفجر. ثنائي بالطريقة هذه. راح يغطي لنا. منطقة. هاي. كامل. طريقة. هاي. انا بغيت تمشي مع التضاريس. بس هذا المبنى شوي مال بس اوكي. الحين. هاي فيه اربعين سيارة. هذا فيه اربعين سيارة. هذا فيه اربعين سيارة. هذا فيه اربعين سيارة. عندنا مية وعشرين سيارة توت تجهت للمدينة على اساس تشل خدمات هاي. طبعا مش مغطيها بس هني. راح تغطي واي دا ماكن. يعني هاي لنا تسع تلاف ترى كم ضخم. وراهم وراهم. اه ليش وراهم خلى هني. جد مخابر انهم. بنحطي اللي هو سيمتوريوم هذا. هو الكريمتوريوم اللي دائما اغلط في اسمه. بالطريقة مش هذي. نقدر ندخل شارع داخلي ونحطي ثنين. اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اتنين 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 الوتيم ما عندي مشكلة مع هذا مو مشكلة بساهم شي يكونون سيدة المقابر مو مشكلة ما يكونون سيدة أنا أباهم ما يكونون سيدة أباهم يمشون مع شو مع الشكل هذا الحين هذا بيخففون لنا انسنتريت معنا يسون الحرق والكفار يعني مثلا نقدر نقول لها مقبرة الكفار عمقبرة المسلمين وواتفار يعني منزين اللي تحبون تسمون نسموه معده ذلك خلينا نحطي صفة شير عند الحديقة نفسها خليها في لها فيزيترز هاي أسرا هاي يسوي بروسس بعد حق مش نفس المقبرة الأصلية لحظة مقبرة الأصلية ما تسوي بروسس هاي بتألاف بتألاف هاي لا هاي بعد تسوي بروسس بس هاي فولت خلاص مقابرة أكثرها فولت خار عنا مشاكل شوي ولكن هاي ممكن نحلها عن طريق المبنى الثاني اللي هني لأن الناس هاي تكبر عن عمار يكبرون يستوي إلى آخر إلى آخر إلى آخر إذا خليناهم نسوينا مشاكل لا متناهية على فكرة خلنا نشوف واحد ثلاثة حق المنطقة هذي عساسي يسوي بروسس وعليا موجة الدث اللي موجة أظني هاي أظني لأن عمارهم كبيرة ستبقوا صدق ما عندي بس أنا أتصور هذا من العمر اللي أشوفو السينييرز في عندنا سبع طعش الناس عمرها كبير يعني نزيل نقدر نسوي منطقة ثانية هني أو هني مثلا حق نفس الشي بس أظنها مفروض يسوي تغطية جيدة حق المنطقة يعني نظريا بس بنحطي لهم هني ما بحطي هني بحطي هني خلص بيدبرون أمورهم مفروض باركنات هاي يستعملون لهم المور ما در ليش ما تحبون باركنات نزيل معناه الموجة اللي هني راح تختفي نزيل هذي دربتش برفل والله فل عندي مليون ألف كاربتش نزيل نهني المنطقة اللي ديدة اللي قلت لكم موسط لي بالأبا سوي سجن يالله موجة الدث اللي موجودة هني عندي مكان فاضي بحطي طريقة لا هني أوكي ورقم واحد هني بيطلع هني فيه أربعين سيارة عنده واحد 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 كم سيارة راح يستعمل هذا بش كان السيارات اللي طلع مني وين ما يبينه بس المهم بيمرون على هاي الكلهم هني 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 بيأخذ كمية كبيرة قبل لا يروح والله بوديكم نسجن بس مرة واحدة قمتك تشوف أشياء يعني ضخمة جدا نزيل المكان هذا سويت له هايوي سويت له مدخل من هنا أنا سويت له مدخل من هنا وطريق صغير أساسي سوي فيه السجن السجن نزلناه نحن موديولر موديولر يعني مفروضا ركبة نوعا ما على راحتنا نوعا ما لاني أنا ما أدرك بش كثر هذا شو فروزن ووتش تاور مثلا نسوي هنا نعطي الواتش تاور شو خبارك الواتش تاور اوكي حجام صغيرة يعني المكان بيكون كبير وكفاية نزيل الشارع اللي حول السجن الشارع اللي حول السجن ما رح يكون شارع عادي شوفوا فروزن فنس فود نزلنا أنا توياس أتعلم على الموديو ياكم فسامحوني إذا في أخطاء طريقة هذي شوفوا هذا شوفوا هذا ممر السجن شوفوا سجن مركزي شوفوا هذا سجن مركزي شوفوا نزيل الحين السجن نفسه رح يكون أكبر من شي أنا صراحة نزيل هل ندخل على الشرطة ندخل نحاول نحطي لنا أبراج هيدوننا برزن أركتكت نحن لدينا برج تقريبا غيرنا في كل زائل في كل مكان بس الزوايا بحطي أبراج بس باقي الأماكن ما راح أحطي شو أبراج هلننشوف هني بالطريقة هذي هاي شو يسوي شو يسجوم شو يسوي برزن ووش تور اسكيبس فرسكيبس تور هاذ 36 فرمتوب نايس فالله يعني هذا الحين إذا أدق على هذا مفروض يعطينا مسافة ولا على منو بس نسيت الماين مرة صح خلا نوصل الماي وبنسوي شي ثاني لأن هذا سجن مركزي مركزي ويد بعيد بني بس لاك الكهربا ربو أراوي كم شي مركزي خلوني أراوي كم هذي لا أبقى مشي عند الشارع مش هذا العادي يمكن هذا طريقة هذي نوصل كهربا مع الشارع كيش ها منطقي ترى حق السجن لأنه سجن بعيد فبيمدون أصلا 20% طاقة خارجية فنحن نسمي طاقة خارجية من وراء المدينة من عند الخطار بالطريقة هاي ممكن أخبي بس أنا أشوف منطقي لو مديتها بالطريقة هاي يمكن أن نكون أفضل بس هو مدخل السجن حين شوي تحسونه مدخل السجن طبعا هو مش متوصل بس عشان هالنكتة الصغيرة أنا راح بس كنترول A ودفنه تحت الشارع هذا شوفوا بالطريقة هاي باقي مباني السجن أول شي خلنا نشوف شو مباني سجن عندنا حلو؟ عندنا مبنى سجن ضخم هني جدا حلو؟ بس هذا ما يمشي على هالشوارع لازم شارع عادي وما نبقى مش جزء من مديدار برزن الحين عندنا البرزن بلوك البرزن بلوك اللي هو خلنا نشوف أول شي هذا شوفونا هذا يشل 150 حجين نزيل الشي الثاني اللي لدينا هذا ضمن الموديلار برزن ولا الشي الموجود نزيل عندنا الفاكلتي مولهم وهذا شوي يركب مع الشبك ترى هذا الشبك جزء من المبنى على فكرة نزيل الشي الثالث اللي هو السمول برزن بلوك اللي هو هذا عبارة عن سجون صغيرة حلو؟ عندنا صار هذا الأربع مباين الأساسية معه بالإضافة إلى هذا نزيل هاي شو بسي فيهم هنا خلني بالشارع شارع ثانينة بني بالسجن شارع داخلي خلنا ندخل باب السجن خلنا ندخل باب السجن خلنا ندخل باب السجن من أبوها هني في الوسط مكان خلنا نحرك هذا من هني خلنا نحرك هذا من هني يبدلنا بدخل أساسي للسجن من هني بالطريقة شو؟ هذي كل شي يسوون المساجين وقت خروج ولا غيره كله داخل حوطة السجن طبعا شوفوا هذا مش برزين أركتكت عساس أننا نحن شو نسوي نقول مثلا نقدر نسوي مثلا غرف مخصصة وهذا في مودات بس هذيك مخصصة للي بيسوي بس سجن يعني بقعد أنا سلسلة كامل أسوي سجن أوكي بس أنا الحين هذا بالنسبة كسجن مكان وايد ضخم بالطريقة هاي سجن أوكي الحين large prison block أبا أخلي في وحدة من هاي الأماكن ولا هني في الوسط زين وأبا أخلي ال facilities هني الملاعب نسوي بالطريقة هاي small prison block بنحطي ورا مكان حق هاي القوم بنعتبرهم اللي هم قوم الانفرادي والمشاكل واللي هاي عرفتوا خلنا نحطي هاي لو شين طلح هاي واحد ثنينة ثلاثة واحد مقابلها إن شاء الله ثلاثة ثنينة ثلاثة يمكن تحسون شوي كبير المكان لأنه فعلان كبير ثلاثة هاي هاي هذا قسم المنو وسجون الامفرادية وربعة وهي السورف أنتو أنتو البلوكات الكبيرة لازم نفصلك مع بعض بشوي ملاعب اللي هي الملاعب السجن أنا الحين بستعمل الثيم والهم الملعب اللي عندي إياه راح استعمله ملعب هني ملعب هني ما يستوي ملعب هني وملعب هني وملعب هني ملعب سجن يعنيون من البوابة يتفتشون هذا في أبراج حماية كل مكان راح يكون وانتو فاهمين اللعبة يعني كيف زين السجن الأخير راح يكون بالعكس بالطريقة هذي هني وبنحطي بلوك ثاني بلوك ثاني ضخم بالطريقة هاي تقريبا نفس المسافة يكونون جنب بعض الملعب هذا بنشله بنحطي جنب هذا السجن وهذا السجن راح نحطي فيه ملعب ثاني لان انا مضيع شوي اوكي هذا الملعب بنحطي هذا لازم نحو زي صار شوي طريقة هذي بنحطي أصدقائي الملعب طريقة هاي بس هذا لازم شوي طريقة هاي هو سجن ضمن من هو الملعب بس اساس اكمل الدائرة مولهم خيال في حوطة هاي كأنهم سجن بروحهم خيال كانهم سجن بروحهم هذا كلا حبس زينا الحين هذي لا يبوالهم طريقة هذي 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 شي محبوسين بعد حبس في حبس في حبس في مربعات انتو تحسونه يمكن طبعا فيه ناس بتحتيار اكيد من ربعات بس كل سجن الحينة وكل ملعب معزول على الثاني تماما نحن قاعدين نسوي آلية عزل آلية العزل ترى مش شاي سهل اعرفتو آلية العزل شي شوي أصعب من ما بالتوقع على قولة ثم هاي خلنا نسوي هذا بطريقة هاي وهذا مساحات أخبلية نزيل الحين هاي السجون حلو السجون عليهم مراقبات من كل مكان يعني خلا نحطي هذا هني هذا هني ونبدأ نحطي أبراج في المكان طريقة هاي عند الشارع هذا ما يحتاج بالوسط ما يضرون حتى لو أزيدي شوي ترى ما يضر طريقة هذي وطبعا هني هذا مخرج فلازم نكون عنده طريقة هذي شوفوا هلا هاي شلمة هني بس عندي أنا ركي أروم وغيره بس ما با هذا هني هني خلاص ونحن ماشيين أبراج مراقبة سجن مركزي يعني سجن مركزي ترى ما فيه مزحية جمعة الخير كي بس الواجهة يكون فيها وايد حماية كي نشوف كهرباء شونك سنة توصل يبالا وصلت بسيطة عادي حد وصلة في نص الشارع نص الشارع نص الشارع نص الشارع يوصل طاقة للسجن تقريبا كاملا خلنا نحن سوي هذا هني سوي هذا هني اوكي الحين بالطريقة هاي نحن عندنا في كل 20 متر شوفوا المراقبة اللي هني بس هذا الشارع بغيره هذا الشارع راح نخلي شارع هذا ممنوع الوقوف طريقة هذين غيره لأن هذا مش سجن حاليا اللي بيكونوا هني ما بيكونوا مسجونين نزين اللي بيكونون هني اوكي هذا شارع سجن ما علي اللي بيكون هني يا سخاي براكسات حماية دعم من الجيش قريب منهم فبالتالي نحن حولنا سجن هذا من سجن عادي الى سجن عسكري نحن حولنا هالمكان الحين هوا الى سجن عسكري بالطريقة هذي هني الفراغ هذا حاليا هوا الى سجن هوا الى افكار عندي حقها ممكن نحطي سجن ضخم هني بلوك الضخم لان عسكري ستوه ليش لا خلنا نحطي على زاوية الشارع نحطي على زاوية الشارع نكتطيم هناك فاضيات نكتطيم هناك فاضيات الحماية متوفرة وهذا كل واحد يشل وخمسمية سجين انتو تخيلوا يعني هلمكان يعني كمية المساجين اللي بيكونوا في السجن المركزي هذا كرة مش طبيعية اهني طبعا هاي سيارات شرطة هاي سيارات الاخره الاخره الاخر الاخر انزل المساجين يستاهلون يعني مش ان يستاهلون يعني بس انه من 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 خلق ان يكون عندهم شوية تخذ ما ترى خلنا نشوف خلنا نحطي حقاية البعد ملاعب زيادة من ضمن اطار السجن اللي هم فيه هو الشي الوحيد اللي بيسوونه ترى بيطلعون بيلعبون كورة هذا ما أطار السجن السجن ما أحس يعني الحين كهذا الترتيب اللي في مخي استوى بطريقة جيدة صراحة وما أحس اني أنا بحاجة اني فعليا أسوي أي شيء ثاني بصراحة يعني هاي المفروض يروحون يبون مساجين على أخر أهل على غلب مسافة ويد بعيدة أصلا ولكن آه ويت صبر 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 ها منو هاين رايح اونر مكوك سوزن بلوك ما في حدا هني ليش رايح يزور منو هلا تشوف شكل السجن يا سلام أكله مكان مرعب شوفوا الابراج أوله كل مكان والله المكان في المرعب ترى ايوه هذا سجن هذا بالطريقة هي سجن ومحاط بيبال يا سلام وصل أنا ما عرف فيزور منو هني ما في حد في السجن ليش مخليني يعني ما فهمت شغلها هذا اونر اما كوك مزين ليش هاي هني استشاري هني يعني هاي وظيفة تعتبر بالنسبة له ايوه ايوه مزين بجانب هالمكان راح يكون في نفس شبه معسكر صغيرون طبعا جانب هالمكان راح يكون من قول هني طريقة هادي طبر اظن ابا سوي مايران انت في سيارة ثانية رايحة طريقة هادي هادي يكون مشبوك بهذا هذا تجاه واحد يا حبيبي أنا آسف نزيل ومن هني بيكون هني المكان مختلف شوي بيكون المكان منتي طابع ايوه الطريقة هادي راح يروح طريقة هادي هادي راح يكون يا أصدقائي يا حبيبي بقى حتى بركسات بس بركسات هني طبعا هاي فاضية ما فيهن في هاي البس ديكور ما فيهن بس فيه عليهن تكلفة عالية هاي حطيناهم هناك بنحطي هناك وبنحطي حقهم باقي منطقة بيوت وخلا نيبلهم ماي مزينا بنيبلهم شو كهربا عندهم حطينا عندهم بيوت وبنحطي عندهم محال جارية هذا عسب بنا يدعم منه السوق ها ها المنطقة تدعم سوق كلها عركة المكان هذا في نفس الوقت حراسة مشددة يعني هاي بيوت الضباط وهالسوالف يعني مش شيء بالبساطة هذي يعني تغضوا عننا عرفتو فيهن سيارة طالعة فيه سيارتين طالعات فيه سيارتين هاس شرطة فيه سيارة طالعة فيه سيارة طالعة يعني فيه مساجين بيون عننا قريبا شوفوا فيه سيارات طالعة تشتغل السيارة ما لهم وين وين رايحة بيوت من بيوت ووا بيش اللي من هنا كم يبولا كم يبولا كم يبولا انتو قولوا لي عشان هذي لحن يوصل بس خلنا شكل السجن والله شكل السجن حلو شوفوا يا السلام يا السلام بس المنطقة مش عايبة اني صبر عفونا أنا الشارع حسم الرب جزاين المكان في هالشارع خليه بعد صوبة الثانية مو مشكلة ان هذا معسكر في الشارع اللي دام مبطل بس الشوارع الباقي بخليها نشوف عاديات جدا مزين وفي قاعد يستعملوا خلاص دام الفان زمان لهم قاعد يطلعون معناه المساجين بيون عنا سجن المركز الشديد الحراسة يالله اللي يدخل هني خلاص هني بعد يبالي بواحد بعد يبالي بواحد ما بحطي شير ما بحطي ولا شي عفكر أخلي سجن كامل ترابي تحس بعد حرام يعني ترابي بالطريقة هاي الناس يسود في واحد سكن هني ليش تبقى تسكن هني سوء الله شرطة ما في ما في حماية ما في مطافي ما في شي نزل اذا ما في شي خلونا نشوي هذه المنطقة هني شرطة و طب يغطي المنطقة كامل شرطة هني مطافي هني عيادة خارجية احني ورى السجن أبو أمد شارع صغير شارع هذا حق السجن وما يطلع مكان ثاني شوف شارع 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 ترابي أبو طريقة هذي طريقة هذي طريقة هذي يتوصل اوكي وهذا الشارع راح يكون منطقة ولا شارع المقابر فيه مثل ما قلنا نحن ايش هذا هذا ولا هذا الكاشخ هاكا ميشل عشر ثمانتالاف بعد يعني شغلات كبيرة صلع هنه المقابره استاندارد حقهم متى و زيادة ثلاث مقابر احسن توف شارع بس نبين انه في لهم مكان عرفته وعى البرج مرة نعطي لهم برج خارجي لا لا وايد وايد البرج احني موجود بيرش مع عينهم رشوا سنايبر هني بيما رغهم الاسنايبر شوفوا برج المراقبة ما فيه ما فيه رحمة ووف ووف كم سيارة طلعت موين سيارة يشلون الصبر يهين يشلون من مدينة زين وهي اللي حطنها هني عشر سيارات زين هاي اللي هني ليش موين يشلون وشيزين وشيزين ان هاي اللي هين يشلون انا ما قلكم شي سيئ بس ليش ليش معرف هذي شو سيبرفايزر هات فاكلتي اللي هي هذا آه في سيبروازر هني كرن الملزنة تراه يعتبر سجل نشي العشر مساجين شوفوا ترتبن مساجين اربع مساجين مساجين بس يغلطهم يلعبوا كورة طول عمرهم هني فيه طنعي السجين عنا وغير مساجين والله والله السجن مركزي شكله شغال 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 يا بالمساجين اللي في المدينة كلهم والله شي خطير 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 موضوع السجن مركزي الصراحة ما على ساعة غبيه شوي المكان هاذا الردي يعني فيه سكرتيا الحين فيه اضمات دفن في وايد اشياء يعني الحين عندنا العيادة هني عندنا ممكن نوفر عيادات داخلية مثلا هني بس ما ابا صراح خان انا ما اريد من حفاء الاشياء ونصد نحن نبه نبدأ نفتح ولو مش نفتح نبدأ نسوي نبه نسوي مكان حق هذا الحين الروض سبيس الوبيتر يمكن ماش جزيرة سياحية لا يعني الناس تحب يعني هذا الناس بتي عشان اكيد فيمكن نبدأ نشتغل على هالمنطقة ونبدأ نمسح الثانع اللي مدودة فيها هني مال بترول ونحط بترول مكان ثاني وهني تبدأ تستوي عندنا منطقات سياحية صغيرة بس بعد ما لا داعي لانهني ممكن اشلها بكل اريحية وعندكم عندنا وايدة ماكن يعني ممكن نسير فيها صراحة ممكن نسوي مكان يديد سياحي كامل لمجرد السياحة مكان ما في بيوت حتى والله يا فكرت اللي ما في بيوت احلى وايد بس انا حين بس مستانس على السجن يعني بس ان شاء الله ما ينترسي يعني لان اشوف ما شاء الله من الحين مساجين وايد شو الشعب كله مجرم عندنا شعب مبصاحي شعب فاصل شك ينن كلهم قاعد يسجنون المهم صار عنا صلاحيات ذات سعة كبيرة نشوفكم ان شاء الله فيديو قادم على خير انا حطيكم فيديو اللي هنا اوكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا